بسم الله الرحمن الرحيم شكراً للمشاهدة ومشاهدة ومشاهدة في الهزام الموجودين أولاً بمتابعة بيتامين بي وكولوريكتال أدينومز بيتامين بي والكولوريكتال كانسر والبيتامين بي والبانكرياتيك كانسر زي ما الزومة قالوا فيتامين بي إضافة الفولات وريبوفلافين وبيروديكسين والكوبيلامين ودول السنشار for methylation reaction and nucleotide senses with DNA stability and repair في الحقيقة في سنة 1998 الـ FDA mandated the folic acid fortification of enriched cereal grain products اللي بالتالي بعد محاصر الفورتيفكيشن ده وهذا نوجود مخصصي يتحدث مالغة في العالught وده كان موجودة الأخرى في الحلقات الموجودة لأن الفولات له تمور's gross promoting effect كان فيه كنسرن سواصلت ريجاردين بوتينشي الريسك اسوشيتد وز هاي فوليت امتاك. اه في البوست فرتيفيكيشن ايرا يعني بعد ما حصلت او ما حصل المنتيشن ده والاف دي اي وفقت حصل في شوية كونسيرنز كده على الموضوع لانه هم لقوا ان في في نهاية التسعين ايه. لكن اه رجع التاني الاف دي اي قالت ان ده لا ده الايكلي ديوتو فوليك اسيد فورتيفيكيشن ودي اسيومنج اطايم لاجوف اتليس تين يرس عشان يثبتو العلاقة بتاعتو بتاع بين وبين السي ارس. اه وبالتالي كمان قالوا ان الفوليت ابيلس تو بي وانو برومايزنج فاكتور ذات كود اكسيبليم الكرانت اكسيبشنال دونوورد ترينس وفي سي ارس انسيدنس في اليونيتد ستيتس لا بيقولوا لا ان احنا راينا ان الفوليك اسيد بالعكس انو حصل اكسيبشنال ديكريز للسي ارس في اليونيتد ستيتس. مورووفر اتووو سجيستي زات فوليت ميت بروتكت اجينيست سي ار اس باي بريفن تينج ابريشن في دي ايني اتنسيز وكمان الاريجولاريتيس في دي اينيي ميثايايليشن. طيب الكلوريكتر ادينوماس بقى الكلام كان فيه ايه كان فيه ثري لارج راندوميز كنترول ترايل ديمونيستريتد نوكلير ما كانش فيه كليير بنيفيت أوفوليت سبليمنتيشن لما الدول العينين من نص الواحد ميلا جرام ديلي ومذا بريبينشن اف كولوريكتر ادينومي كارنس لما تبعوهم من ثلاثة لست سنين أو من ثلاثة لسبع سنين كان فيه واحدة من الدراسات دي زيستستاديز زيروز استاتيسكالي سجنيفكيند انكريز رسكة لديها أقل أحد أدفانسة لتبعت على مدار 30 سنين برضو هنا في ديبات بين علاقة الفيتامين بي 12 وبين الكلوريكتال أدينو توريس انتهايي كواليتي ميتا اناليسي كنفيرم تزيز نيكاتف اوتكم وقالت هوين اكمبينيشن وفوليك اسيد مع فيتامين بي 6 وفيتامين بي 12 تووز يوز ان انادر راندميز كنترول تريل على الف ربعمائة وسبعين برتسبة the risk of colorectal adenoma was on changes after حوالي 9 years of follow-up period طيب الفيتامين بي 12 او الفيتامين بي كمبليكس والكلوريكتال كنسر فيتامين بي 6 and 9 and 12 فيتامين بي 6 may affect colorectal carcinogenesis via its rule في الديناي في الميسيليشن moreover it was shown to inhibit androgenesis and suppress nitric oxide and reduce oxidative stress the risk of developing CRC was demonstrated in multiple perspective case control studies to decrease by 50% for every meat peak mole increase في البلد لبل بتاع البيريوديكسكال الفوسفات وديها الاكتف فورم بتاع البي 6 استمرت الدراسات علشان تشوف فيه increase ولا لا وفيه relations ولا لا واستمرت debates بتاعت علاقة الفيتامين بي كمبليكس بالكلوريكتال 3 large randomized controlled trials اللي كانت معمولة على الرول بتاع الفيتامين بي كمبليكس في الكارديو باسكوري ديزيز وهم شغالين في الستوديز عملوا اناليسيز للرول بتاع الفيتامين بي كمبليكس في الprevention of invasive cancers وفي النهاية لقوا لما تابعوا العيانين على مدار من 3-7 سنين في النهاية الريبوفلافين الدراسة اللي اتعملت في هولندا في النيذرلاند كوهورستادي على الديت اندى كانسر اشتغلوا على علاقة الديت و البيكنسر وكم من ضمنهم وجود الفيتامين بي كمبليكس سجدت ذات ريبوفلافين تنسى بي associated with decrease proximal colon cancer وبالتالي دراسة اللي كانت معمولة اكتر على الوامن with its findings was consolidated by the result from the women's health initiative observation study cohort that showed that higher total intake of ريبوفلافين were associated with reduced risk of colorectal cancer الادينوميز فيها دبيت والكولوريكتال فيها دبيت اخر حاجة كانت واضحة قوي هي البانكرياتيك cancer the results from two recent meta-analysis regarding the root of folate supplementation and the prevention of pancreatic cancer was contra-directed lean et al conducted that the individuals with high dietary folate intake were about 34% less likely to develop pancreatic cancer compared with those with low intake الناس اللي خدت اكتر folate كان عندهم reduction واضح في the cancer pancreas this conclusion was contra-contradicted by another meta-analysis اتعاملت على 14 prospective cohort study showing that the intake of folate diatria and supplemental was not related positively or negative to the risk of pancreatic cancer the study the nafta the study الاولانية وعشان كده يظل الديبات موجود دكتور محمد البورعي بقي على التريتمينت او السيمبوزيوم بتاع شركة رميدا and thank you شكرا 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 شكرا